قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هذا الرجل هو حبيب النجار كان ناصحا لقومه في حياته وبعد مماته ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون كيف أن الله غفر له وأكرمه لماذا؟ لعلهم يؤمنون ويتبعون الرسل ومع أنهم آدوه وقتلوه ظلما وعدوانا إلا أن قلبه ظل مشغولا بتمني الهداية لهم بعيدا عن الحقد وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء إنه مشهد يجسد حرصا غير عادي وتفانيا منقطع النظير ورغبة عارمة في هداية الخلق وتعريفهم بالحق إنها الإيجابية التي تعني العطاء والمساهمة والتفاعل مع الوسط الذي تعيش فيه فلا تكن سلبيا بحجة أنه لا يصلح لخدمة الدين إلا العلماء فكل مننا يصلح أن يقدم لدين الله مهما كان حالا ترجمة نانسي قنقر